واثق فيك مرح يزلت ماريو مايكر كانت ماريو مايكر جزء الاول بس المشكلة هي لما كانت موجودة على نتيندو سويتيج فانتظرت لحتى نزلت ماريو مايكر 2 على نتيندو سويتيج ورح نلعب ماريو مايكر على السويتيج لعبة ممتعة بشكل مطبيعي بصراحة هذا اول مقطع واللابن رح تكون الألعاب الاساسية بالقناع متل ما وعدكم انه بالفترة الجاية رح يكون فيه العاب كثيرة فيفا يعني اساسية رح يكون ايضا فيه ماريو مايكر رح يكون في لعبة بيس في لعبة تيم كيم فورتنايت واحتمال بابجي رح محاول نوع بالالعاب بشكل كبير ان شاء الله بالفترة الجاية فبتمنى بالما نبدأ دعمكم باللايك واشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين هذا اول مقطع عن ماريو مايكر قديش رح بتوصلون للايكات ورجونا هيك لايكات ضخمة يعني فبتمنى نشوف دعم يعني حلو يعني اذا بنوصل فوق ال 10 الاف لايك كاول مقطع لماريو مايكر بيكون شي جدا اسطوري واشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين طبعا ما لي اعمل هاشتاغ لحد الان فرح اعمل هاشتاغ معرف تفكرت هيك شو سمي لقيت انو سمي منار ميكر على اسمي هيك منار ميكر هاشتاغ ع تويتر اذا عندكم اي مراحل اكتبوا لي اياها لانو حاليا ما عندي ولا هاشتاغ ولا شي فرح اعمل هذا الهاشتاغ وروحها لتويتر واكتبوا لي مراحلكون رح مجيب انا مراحل هيك شوف ناس لعبتها ولا شي لكن تكون مراحل ممتعة فخلونا ندخل الان ونقول بسم الله يا حبيبي يلا اوكي متل ما انتشايفين هاي اول مرحلة عنا طبعا ما عرفت من هوي منجيب مراحل ما لقيت الا شخص واحد ممكن نجيب انا عنده مراحل واللي هو بندريتا دخلت على تويتر وشفت الهاشتاغ اللي هو ميكر ريتا اكس اللي هو الناس بتنشر له عليه المبات اللي بمصممته وبالتالي قتل حالي خلينا نجيب بما انه لسه ما في حدا يعني يقترح عليه مابات او هيك لكن نفطر حالي اهم شي مشان الفيديوهات الجاي فهاي مرحلة شوفوا شو كاتب كاتب انه اسمه ناصر هاي اول مرحلة بيصموها كتحمية ما بعرف يعني نسبة فوز الناس اربعة بالمية وكاتب انه تحمية فالله يستر يعني انا طبعا لساتني جديد على اللعبة فمصرت خبير فيه لها الدرجة تدربت شوي فان شاء الله انه نقدم شي ممتاز خلينا ندخل على اول ماب عنا بهاللعبة والله يا كنت رح امرأ من اول مرة بس حظ اوكي بسم الله والله يا حرامي يا اخي لستاني باول المابهة مو مابهة شو اسمها مرحلة يعني اللي هو احسنى 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 تكون شوفي يا كلب الحمد لله الحمد لله هاي مرينا 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 كيب هاي لازم نطو دور هيك صح ولا لازم بسرعة خلان نحاول نروح بسرعة يا الله يا رب يا رب يا رب طيب شو لازم ساوي شو لازم ساوي شو لازم ساوي لازم تكون كبير مش هنكسر هدول صح؟ اه 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 في فكرة في فكرة بس والله اذا بتصبح تروحي بركي بتكسره بركي يا رب يا رب يكون تكسر الحيط يا رب يا رب يا رب وين راحت؟ انا بدي افهم وين راحت اذا ما كسرت الحيط يكون volunteer يلا 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 روحى 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 هيوا روع روح روح يا أخي لما استخدمت مخي يشوف شو صال باعد عني انت باعد عنيك انت باعد عني الحمدلله يا كلب خلص ترمي او نزل 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 بعد 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 يا كلب شوف 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 ملع مهده خلص ترمي او لا يا الله بس شفتوا انا شغلت مخي مش الحال يعني معي دغري يا سلام يا سلام دي صرت من اول مرة بعمل هالشغلات هاي يا الله من من بدك تهرب ولا من مين نزل نزل والله او ماي جود يلا يلا او لا 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 الحمدلله روح روح يا رب تشيك بوينت يا رب او ماي جود تعال تعال يوشي تعال يعطي الحمد لك انها اعتنقل يا رب تشيك يا رب تشيك بس المتطر قاعدة او او المترجم للقناة المترجم للقناة مرحلة مقلب بالمراحل فلاقيت هاي مرحلة ونسبة فوز 19% تعتبر معقولة وممكن اننا هنجيبها خلينا نروح على ثاني ماب بسم الله استنى 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 عمد الله ما اتدمجت يا اخي خلاص يا الله يا اخي يا اخي يا اخي الموت الموت تمام جدا تمام جدا تمام جدا يلا ذات يا اكتب què تمام جد ها ها! 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 ها، ها! طيب، هون كيفي تكسرك؟ هستاني مرة ثانيه ها! 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 إن شاء الله من هنا حسناً! مرحلة ممتعة ثاني ثاني، بدي أعمل شغلة بس كنت من زمان بعملها اني لازم اجي على أعلى نقطة و انزل هيك يو الله شو كنتم استمتعة والله العظيم مرحلة جداً حلوة يمكن متنا بس مرة واحدة مياو مياو سمعت وتوا هاي طبعا مياو والله يا حلو المرحلة عطيه ألب ولا نجمي ولا مدري شو اسمه والله مرحلة جداً ممتعة اوكي هاي مرحلة سبيد رون المرحلة الأولى كانت صعبة المرحلة الثانية كانت سهلة نوعاً ما أو معقولة والمرحلة الثالثة رح نشوف كيف مرحلة سبيد رن فإن شاء الله تكون مرحلة جداً ممتعة خلينا ندخل يلا يا رب يا رب والله حلوة يا أخي اللعبة حلوة بستمتع فيها سبيد رن يعني لازم سرعة أكيد لازم سرعة فوز على اليمين المساعدة عمل حول يا الله روح 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 الحمد لله يلا 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 يا سلام يا سلام على الفن شو هالفن هاد تعال بسرعة كب времم مرحلة حلوح مرحلة حلوح brake بالله احبتين ااد يشخلصة بمده ستعاشر ثانيว ضدنا عشر ثواني يعني اللي هو المهم مرحلة ممتعة اسماYE بوم بوم كاستل عجبني اسمه مش انايك رح سعدعها ونسبة فوز فيها 7% فقط فهاي مرحلة اكيد رح تكون جدا صعبة المرحلة الثانية والثالثة كانوا معقولين متعة يعني اكتر من صعوبة ولا سهولة فهاي المرحلة ان شاء الله ان تكون مرحلة ممتعة كمان بسم الله لا بكرها المراحل بكرها يا الله تعال تعال طلعي طلعي تمام ماذا لازم ساوي هون لا اتدمج ماشي لا طيب هاي شلون بطلع لفوق طيب الحمد اللي فكرت بتنزل لازم نطمن هاي يا الله والله صعبة طيب استنى استنى لا تروح هاي حلو 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 يلا يا رب خلي خليك عالطرف خليك عالطرف طيب لازم ننزل اوكي تمام 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 جدا تمام جدا ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يا إله إلا الله والله بالغلط عم يرجع أوكي أوكي خلص المرة ما في رجوع خليه نزلني آآ مشان هيك عم بيرجع طيب بعطيني مشروم أوكي هذا أنا بسبح يعني طيب هلا روح روح يا الله شو هالبطء هاد أوكي لازم أنه نضبط التوازن تمام جار 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 يا الله و الله ما تلبك يا روح أنا disasters Dave اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 يا إلهي! يا إلهي! يا إلهي! المترجم للقناة المترجم للقناة 8 دقائق أو 37 مو سيئ يعني بظن أنه قدمت مستوى جيد يعني بصراحة مرحلة جدا ممتعة المرحلة الأخيرة هي واضح أنها مرحلة سبيد رن واحد عملها بـ 11 ثانية فمشان هيك فكرت يعني أنه ممكن تكون سبيد رن نسبة فوز 12% معقولة ممكن أننا نخليها 13% إن شاء الله لا تقلي هذا الشخصية أخي بكرة هي القديمة يا ربي الل... أنا وماBook وصغير بخاف منه انها دول ولهلا آو ماجد استنى لبكرة هلا آخر شي يطلع هذا الباب مقلب أفق على رأسك قدينيه المرحلة اضحاك اضحاك هلا بكمل و ما بدي يدخل من شي انا مكمل دقري اه ما في طريق بعدين لازم اطلع من الباب هذا اوكي طيب انا بورجيك انت هو مع قلبك خلص راح ادخل بالثاني بشكله لانه دخلت الاولى مقلب الثاني صح راح تكون يا رب هذا فطر ولا شو لدي اللي مقلب والله ما بنزل ممكن يطلع مقلب تاخده وبعدين تطلع تلاقي بناعلك بوشك مع تفيت اطلع لو ساعة ثلاث خط مقلب ماشي انا بتجيب المفتاح ان شاء الله خاطت سهم وثق فيك حول ولا قوة تألا بالله اوه ايوه تمام تمام ابلع ابلع يا حبيبي ابلع الله الله والله مخي الحمد اللي فزنا بالماب والله ما بعطيك نجمة والله والله ما بعطيك نجمة وين هاي الثانية عطيه بو يعني هيك معناته على عموم هيكم نقدر قولنا وصلنا لنهاية هادا المقطع بتمنى تكون استمتعته والله كان في مابات جدا حلوة متل ما قلت للكم عملنا هاشتاك بالتويتر يعني منار ميكر اسمه فاذا حابين ان تتارضوا علي اي مراحل ماريو ميكر فاكتبوا ليهم بالهاشتاك مشان يكونوا بالحلقة جاي فاكتبوا لنوصلنا لنهاية هادا المقطع نتوصل اللايك واشتركوا بالقناة وصلنا عدد لايكات ضخم يعني ازا بنوصل عشرة الاف لايك والله بيكون شي جدا ضخم على اساس ان اول حلقة من ماريو ميكر وبتمنى شوف دعم ممتاز عليها اكيد ان شاء الله رح نستمر باللعبة ورجونا اشتر يعني دعمكم بالاشتراك والنشر وكل شي حلو اه فما بتقصروا معنا فشكل للكم جميعا فبس هادلي كان عندي اليوم في امان الله اشتركوا في القناة المترجم في القناة اشتركوا في القناة